السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في هذه المحاضرة بناخد مع بعض الاناتومي او تشريح الجهاز الهضمي وكمان هنتكلم على الانيرفاشن وازاي بيحصل ازاي البرين والسنترال نيرفا سيستم بيقدر يتحكم في الجي اي تي فونكشن طبعا الجي اي تي عندنا بيبدأ بالماوس اللي هو الفم زي ما احنا فاهمين بعد كده بيكون في عندي الساليفري جلاند او الغدد اللعابية اللي بتفرز اللعاب الساليفري جلاند في منها البروتوت دي بتكون موجودة على الجنب كده ودي بتفرز الووتري سالايبا والالفا اميليز انزايم اللي بيعمل شوية ديجيشن خفيف كده للكربوهايدريتز في الماوس وانت بتعمل مستيكيشن او انت بتمضغ الاكل طيب في كمان عندنا الساليفري جلاند دي بتكون موجودة تحت اللسان ودي بتفرز الساليفا او الميوكس تمام دي بتبقى موجودة هنا كده في المنطقة ده طيب التراكية مش تبع التراكية طبعا عشان كده عملها لك هو بلوم مختلف الفانكس عندنا اللي هو بنسميه الزور او الحلق وبعد كده عندنا السوفيكس اللي هو المري تمام ونوصل بعد كده لي السطمك المعدة وفي عندنا البانكرياس بيكون بهايند كده السطمك وفي عندنا الكابت والجول بلادر اللي هي نسميها المرارة اللي بتفرز الوسارة الصفراوية او بنسميها ايه البايل ده اللي مسؤول عن بتاع الفاتس في عندنا اللي هي الأمعاء الضقيقة وفي عندنا والسيكم والريكتم ودول كلهم على بعض بنسميهم طيب اول حاجة هنشوفها هو كنترول 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 تحس بالجوع والشبع الشخص العادي في الحالة العادية ازاي الهنجر ويستطاية تمام ايه اللي هيتحكم في شعور الإنسان بالجوع والشبع في عندي أربع عوامل بتتحكم في شعور الإنسان بالجوع والشبع اول حاجة كل مكانة ال Pelasma جولوكوز لفل عندك اعلى كلما كان تحس بالشبع اكتر خلاص منتج محتاج تاكل منتج محتاج فود انتيج مفيش اي هنجر فكلما زاد البلازما جلوكوز كلما زادت الساطايت او قلت الشعور بالهنجر طيب في عندي بعض الهرمونز زي الليبتن والغرلين والانسولين والجلوكاجون الهرمونز دي الانتر بلي ما بينها او في مشاركة ما بينها بتلعب دور كبير جدا في الهنجر في كمان عندنا بي 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 بتبقي للي شوية عشان كده تسمع كلمة او كي كل ما يحصل كل ما بتقل طيب وفي كمان عندنا ان يصبح بي بي بيت وفود بي 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 يعني كل مكان الاكل اجمل كل مكان كان الوضي تمبرتشر اعلى كل ما كان فيه ممكن ده يأثر على الرغبة في الاكل. يعني مثلا في حد لما يفيل استرس يقولك انا خلاص مش جاعين مش جايلي نفس اكل. تمام ماليش نفس اكل مع الاسترس. طبعا عند ناس تانية بتختلف في ناس مع الاسترس ومع كده يقولك انا عايز اكل اكتر. طيب يبقى ايزا هنا الانتربلاي ما بين الهورمونال والنيرونال والميكانيكال سيجنالز هو اللي بيلعب او بيعمل كنترول للفود انتيك بيأثر على الهانجر والاستيط. طيب ده شكل عندنا في الحالة الويلفيد او البوست ابسوربتيف ستيت. اللي هو حد وكل كويس بعد ما كان الوجبة ايه اللي حصل. الفود عنده او الجلوكوز لفل زاد. لما الجلوكوز لفل يزيد يقل الشعور بالجوع. مين الجسم بيعمل ايه ان الانسولين. طيب افراز الانسولين لازم تكون عارف كويس قوي ان الانسولين ده بنسميه انابوليك هرمون او هرمون بنائي. فالانسولين مسؤول عن انه هو يعمل يخزن الطاقة. يزود البروتين سنسز. تمام? يزود الجلايكوجين سنسز. يخلي الجسم يحتفظ بالطاقة اكتر. ويخلي الجسم يستهلك الجلوكوز. يعني الجلوكوز يدخله جوه المسلز وجوه الخلايا. ويخلي الجسم يصنع بروتين ويصنع جلايكوجين عشان يحتفظ بالطاقة. ده الرول بتاع المين بتاع الانسول. طيب. تعال اشوف بقى لو فيه عكس عكس الويلفيد. احنا اخذنا دلوقتي الويلفيد ستيت. اللي هو واحد واكل كويس. عكسها بقى واحد فاستنج او يعني واحد صايم او واحد جعان لفترة طويلة. اوكي حنشوف الجوع ده ممكن يعمل ايه? لما بيزيد الجوع لفترة طويلة بيبتدي يقل الجلوكوز. ولما يقل الجلوكوز يبتدي الانسان زي ما اتفقنا. حيبتدي يحس بالجوع. طيب ايه اللي بيحصل بقى? بيبتدي يزيد الجلوكاجون والجلوكاجون عكس الانسولن. يعني الانسولن عندي هنا كن بيعمل هو kenabolic hormone لا لما يقل الجلوكوز بي pare يبتدي يحصل كتابولازم. بيزيد الجلوكون والجلوكاجون ويبتدي يكسر الحاجات اللي احنا خزناها الخلايكوجوز واللي احنا خزناها يحصل بريكداون. تمام? يبتدي يحصل عندي ليبوليسز والفات تتحلل تمام؟ يبتدي الجسم عايز يصنع جلوكوز لأنه ما عندوش جلوكوز فيبتدي يزود الجلوكونيوجينيسز اللي هو تصنيع الجلوكوز من الأمينو أسدز يعني يكسر البروتين ويحولها الأمينو أسدز ويأخذ الأمينو أسدز عشان يصنع منها جلوكوز لأنه ما عندوش جلوكوز فهنا بنسمي كل ده كتابوليك ستيت أو كتابوليزم أوكي؟ اللي هي لأن الجسم يبتدي يعني ياخد من المخزون اللي عندو سواء مخزون الجلايكوجين سواء مخزون البروتين أو مخزون الفات تمام؟ ده اللي بيحصل كله واضحة النقطة دي تمام؟ يبقى الانسولين بيزود الانابوليزم بيزود تصنيع الجلايكوجين بيزود تصنيع البروتين تمام؟ بيخلي فيه احتفاظ بالفات والعكس بقى لما يقال للجلوكوز ويزيد الجلوكاجون الجلوكاجون اللي هو عكس مين؟ عكس الانسولين يبتدي يزيد البريك دون بقى لكل اللي موجودة في الجسم طيب تعال نشوف فيه حالة الجوع فيه حالة الجوع اللي بيحصل؟ بيبقى عندي جلوكوز قليل والفات والبروتين وبيزيد عندي الهرمون اللي اسمه الغرلين هرمون الايه؟ الغرلين يبتدي يروح يشتغل على مين؟ على الابتايت سنتر اللي موجود في الهايبوس على مص أوكي ده موجود اللي هو مركز الجوع والشبع اللي موجود فيه المخ ويبتدي يعمله يقول له نجعان فيبتدي يحصل يبتدي الجسم يبقى عايز ياكل اكتر وهكذا طيب افتر ميل ستيتي سيجنالس بعد الاكل ايه بقى اللي ممكن يحصل بعد الاكل؟ بعد الاكل الجلوكوز زاد والفات زاد والبروتين زاد بيزيد هرمون اسمه الليبتن يبقى فيه عندي هنا الهرمون اللي مسؤول عن الجوع اسمه الغرلين ده بيزيد مع الجوع وفي عندي هنا اسمه هرمون الليبتن وده بيزيد مع الشبع يبتدي يروح على الستيتيتي سنتر يقول له كفاية خلاص انا شبعت انا مش عايز اكل اكتر من كده يبتدي يقول للاكل لا مش عايز اكل كمان تبتدي جي اي تي عن طريق الميكانيكال ريسيبترز يحصل استريتش استريتش يعني يحصل المعدة تكبر والجي اي تي بقى فول تتعرف لم حد يقولك انا اكلت كتير انا بطني مليانة انا فول تانك تمام؟ يبتدي يحصل استريتش في الاستريتش ريسيبترز دي وتبتدي تبدي ميكانيكال سيجنال تقول للبراين لو سمحت توقف الايه وقف الاكل تمام؟ طيب طبعا هو البرين او الاباطايت سنتر موجود في اللاترال هايبوسالامس اما الاباطايت سنتر مراكز الشبع موجودة في الميديال هايبوسالامس اوكي؟ وبشتغل عليها الهرمونز اللي هي اللابتن مع زيلة الجلوكوز والفاتو والبروتين بالاضافة بتاخد سيجنال من الاستريتش ريسيبترز او ميكانيكال سيجنال من الاستريتش ريسيبتور تبتدي تقول خلاص بقى وقف الايه؟ وقف الاكل مش عايزين ناكل اكتر من كبه طيب ايه تأثير الميل سايز؟ تأثير حجم الوجبة على الجاستريك امبتنج في عندنا حاجة اسمها الجاستريك امبتنج او بيسموه ساعة الجاستريك امبتنج أوكي؟ جي اي ار او جاستريك امبتنج معدل خروج الاكل او انت دلوقتي كلتو والاكل بتاعك موجود دلوقتي فين؟ في الاستمك معدل خروج الاكل ده من الاستمك عشان يوصل للاستمك ده بنسميه جاستريك امبتنج طيب حنشوف ايه بقى العوامل اللي بتأثر على ده ده قالك اول حاجة بتتأثر بحجم الوجبة وبالكومبوننت بتاعت الوجبة بمعنى ايه بمعنى كل ما كانت مور فود كل ما كانت كمية اكبر من الاكل كل ما كان ليها كل ما قعدت في المعدة فترة اطول وكل ما كان اقل تمام تمام يبقى هنا بيقول لي بيبقى المعدل بتاعها بطيء اوكي وبعد كده بيبتدي تبقى طيب الحاجة التانية تأول فاكتور الفاكتور التاني تبقى يعني ايه يعني لو حضرتك واكل حاجة ما فيهاش كالوريز كتيرة حاجة فكهة حاجة خضروات حاجة مثلا حاجة من الحبوب الكاملة اوكي دي بيبقى الجسترك بتاعها سريعة لكن لما تاكل حاجة كالوري دانس كالوري دانس يعني حاجة بقى سندوتش بورجر بالفاتس بالبطاطس مش عارف المتحمرة في الزيت في الكلام ده كله الحاجات اللي هي بتبقى كالوري دانس اوكي فيها كمية كالوريز كتيرة بيبقى الجسترك بتاعها ايه بتاعها بطيء تمام دي بيقررها لي مرة تانية بيقول الافكت اوف كونتنت افكت اوف كونتنت امبوتنت ان ديلينج ديلينج فاكتور في الجسترك امبتنج تمام الفات في الديودنم بتؤدي ان الفانس بيحصلوا و بتقلل الانترا جسترك بريشر ده هنا لما وصلت بقى لحد الديودنم بيقولي هنا الهاي فات ميل انكريس فيلنج اوف فولنس فاللونجر زن الوفات ميل فور زا سيم انرجي كونتنت شفت المحل دي يعني لو انا عندي واجبة الواجبة دي فيها الف كالوري بس الالف الكالوري دول انا واخدهم خضروات وفي عندي واجبة تانية فيها الف كالوري ولكن الالف كالوري دول انا واخدهم فاتس دهون مين تقعد في المعدة فترة أطول قالك الفاتس تقعد فترة أطول حتى لو نفس الكالوري كونتنت لكن الفاتس بتحتاج longer gestric emptying بتقعد فترة طويلة gestric emptying بتاع بيبقى أطول وبتزود feeling of fullness بتزود الشعور بالامتلاء والشبع تمام طيب وده طبعاً بيأثر على الانتاج of next meal يعني اللي هيكل حاجة خضروات أو فواكه أو كده وتتهضم بسرعة هيبقى عايز يأكل بعدها بفترة قصيرة لكن اللي واكل واجبة بقى فيها فاتس وفيها حاجات calorie dense هيبقى محتاج ان هو يأكل بعدها بفترة طويل تمام ده طبعاً برضه بيؤدي إلى prolongation of pH elevation في السطمك ولو في حد عنده مثلاً هنقول اي نوع من أنواع أو حاجات زي كده ساعات يقول لك ده أنا relieved by food intake لانه لما باكل بستريح لانه بيزود الـ pH طيب تعالنا بقى نشوف حاجة مختلفة شوية كنا تكلمنا عليها قبل كده فكرة لو ده كده عندي الإرسروميسن أوكي ممكن الإرسروميسن ده بنحطه في دوزة جيفورم اسمها الإنترق كوتد ان انا حط عليه من بره فيلم على التابلت بتاع الإرسروميسن احط عليه فيلم من بره بنسميها ايه إنترق كوتد طيب قالك هنا ان الفود كان افكت الابسوربشن دي نقطة اللي احنا عايزين نركز عليها ان ممكن الفود يأثر على الابسوربشن ازاي؟ طيب ده هنا الناس اللي هما فاستند الناس اللي هما يعني على معدة فاضية والناس هنا اللي هي دي كده قالك دي نان فاستد او ناس دول وكلين بعد الأكل يعني واخدنا حباية من الانترق كوتد طيب شايف هنا الناس اللي كانوا فاستند البلازما كونسنتريشن عندهم وصل لحد فين؟ شايف الناس هنا اللي كانوا واخدوا الإرسروميسن بعد الأكل البلازما كونسنتريشن ماكسمون وصل عندهم لفين؟ يبقى هنا هل معنى كده ان انا اخد الدواء بعد الأكل او قبل الأكل ممكن يأثر على الابسوربشن؟ yes definitely لما الناس خدوا الإرسروميسن قبل الأكل او على معدة فاضية ادي لهم مثلا هنا الحياة شايف الكنسنتريشن وصل لحد كام؟ واحد وستة من عشرة او واحد ونص لكن الناس اللي خدوا الإرسروميسن بعد الأكلة مباشرة وصل معهم بس لحد تسعة من عشرة يبقى هنا لما نيجي حنا نشوف الدواء والدواء يقول لي حسب البنفلد بتاعته خد الدواء ده قبل الأكل او بعد الأكل لازم أتزم بالنصيحة او بالمكتوب في البنفلد طيب هنتكلم بعد كده على النيرونال سابلاي والنيرونال سابلاي عايزين نركز فيه في كذا حي طيب احنا فيه عندنا في الجسم central nervous system ده يمثله البريين والميدالة أو بلونجاتا أو ده بنسميه central nervous system هذا central nervous system بيطلع منه peripheral nervous system ده عبارة عن جزئين اتنين جزء اوتونوميك وجزء سوماتيك الجزء الاوتونوميك ده جزء مسؤول عن الـ functions أو عن الوظائف الـ O2 يعني ايه الـ O2 هسألك سؤال فيه حد في الدنيا بيتحكم في ضربات قلبه لا يبقى دي بيتحكم فيها الـ Autonomic nervous system هسألك سؤال تاني هل فيه حد في الدنيا بيتحكم في الـ respiratory rate بتاعه يبقى دي بيتحكم فيها الـ Autonomic nervous system هل فيه حد بيتحكم في الـ GIT motility يزودها أو يقللها دي بيتحكم فيها الـ Autonomic nervous system تمام يبقى الـ Autonomic nervous system control كل ما هو involuntary functions كل الوظائف اللاقراضية في الجسم سواء كانت heart rate respiratory rate GIT motility GIT secretions salivary secretions كل الحاجات اللي انت منتش بتتحكم فيها في الجسم تي controlled by Autonomic nervous system طيب الـ Autonomic nervous system ده بيتحكم في كل ما هو voluntary الحاجات الاراضية يعني انا مسك القلم دلوقتي وبكتب دي حركة voluntary انا بتكلم دلوقتي وبحرك بقي دي حركة voluntary انا ممكن اقوم امشي واتحرك على رجلي دي اسمها حركة voluntary فده اسمه Somatic nervous system طيب بالنسبة للـ Autonomic nervous system ده بيروح يعمل innovation لكل الـ organs كالـ AT جزء منه بيبقى رايح بيبقى اسمه Parasympathetic nervous system وجزء تاني اسمه Sympathetic nervous system عادة Sympathetic nervous system بيبقى هو اللي مسؤول عن الـ Stimulation او مش هنقول Stimulation هو اللي مسؤول عن الحركات اللي بتبقى مع الاسترس اكتر تمام؟ وفي عندي الـ Parasympathetic nervous system Sympathetic nervous system بيكون Under Epinephrine و Nor Epinephrine Control الـ Parasympathetic nervous system بيكون Under Cullinergic اللي هو Style Culline Control تمام؟ المثال اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو GIT included بقى الـ Stomach و included كل الـ A كل small والlarge intestine رايح لهم Sympathetic Innervation و رايح لهم Parasympathetic Innervation Sympathetic Innervation عن طريق ابنفرن والنور ابنفرن والـ Parasympathetic Innervation عن طريق الـ Acetyl Culline طيب الـ Acetyl Culline الـ Acetyl Culline الرول بتاعه بيكون excitatory على الـ Wall وعى السفنكتر يعني بيزود حركة العمعاء و بيزود حركة المعدة و بيزود الـ Stomach Secretion أو Paratel Secretion تمام علشان كده لو عايز ان انا تبلوك الـ Acetyl Culline لو قفلت الـ Acetyl Culline أو قفلت المستخدم ده هيؤدي لان انا اقلل الـ Acet Secretion حقل الـ Acetyl Culline تمام و حقل الـ Acetyl Culline كلها بشكل عام تمام طيب تعالى نشوف التفاصيل كده هنا بيتكلمني على الـ Referral Nervous System الـ Autonomic Nervous System اللي هو Division جزء من الـ Referral Nervous System Influence بيأثر على Function of Organs وطبعا مقصود بها هنا Involuntary Functions الـ Interic Nervous System هو الجزء اللي رايح للـ Gesture Instant لتركت عشان كده سميناه انتريك تمام طيب نبقى عارفين بردو ان فيه Serotonin بيروح مع النور ابنفرن والابنفرن والـ Asetyl Culline المجموعة للسل اللي احنا اتكلمنا معايا فيه Serotonin اكتشفوه حديثا ان فيه Serotonin بيروح كمان لمين للـ GIT تمام طيب طبعا السلتون اللي لقوا فيه وظايف كتير في الجسم من ضمنها ومن ضمنها ومن ضمنها ومن ضمنها ومن ضمنها ومن ضمنها الـ GIT طيب العكس هو الـ اللي جايد من central nervous system to the effector organs يبقى حنقول هتين ادي CNS ودي عندي GIT اللي رايح من GIT النيرف العصب اللي رايح من GIT للـ CNS بسميه أفرنت نارو والنيرف اللي رايح من CNS للـ GIT بسميه أفرنت نارو تمام وطبعا ده تمشي على GIT وعلى أي أورجن في الجسم أفرنت وإفرنت حسنا طيب الـ Intric Nervous System ده قالك ده بنلاقيه موجود في GIT من الأسوفيجس للإنس بنقسمه إلى ماينتريك ماينتريك جايه من مصب ماي دي معناها مصب بنسميه الماينتريك بليكسس أوكي وبيتحكم في الموتور فونكشنز والمصب اكتيفتي عشان كده سمنا إيه ماينتريك طيب في عندنا بقى الساب ميكوزل ساب ميكوزل بليكسس وده عادة بيكون سنسوري وبيأثر على الإبيسيليام والستريتش ريسيبتور زي اللي تكلمنا عليها وإنفليونس السكريتوري اكتيفتي يبقى أنا في عندي حاجة بتإنفليونس الماينتريك الجزء الماينتريك من الانتريك نيرف السيستم بيتحكم في المصب في حركة الأمعاء مايخد بالك من الأمعاء دي الأمعاء دي من برا كده عليها مصب عليها سموس مصب عضلة الأمعاء الحركة بتاعة الأمعاء دي بتتمنى عن طريق مصب طيب سموس ميكوزة اكتيفتي كنترول من كنترول السنسوري فانوش طيب الجزء بتاع السمبسيك نيرف السيستم والبرا سمبسيك نيرف السيستم تكلمنا عليه تعالى نشوف الإكسترنتيك نيرفيشن أوف الإنتريك نيرف السيستم طيب النيرفي بليكسس اللي موجود في الجي اي تي لينكتو ذا سي ان اس فيا أفرنت فايبرز اللي بتؤثر افكت دعال ستريتش و الكيميكال استيميوليشن دي تكلمنا عليها مع الساتيتي والأباطايت وبعد كده بيجيلو إفرنت من الأوتونوميك نيرف السيستم الإفرنت اللي جاي من الأوتونوميك نيرف السيستم بيبقى نوعين اثنين زي ما انتفقنا بارا سيمبساتيك وسيمبساتيك البارا سيمبساتيك عادة ريست انت دايجيست اللي هو يهدي اللعب وتهضم الأكل بتاعك تمام ستيميوليتي جي اي تي موتيليتي والسيكريتوري فانكشن على عكس السيمبساتيك نيرف السيبقى هيبقى وظيفته فايت اند فلايت وده بيؤدي الى انهيبشن اوف كونتراكشن دي احنا تكلمنا عليها خلاص تعال نشوف في عندي بعض الأدوية ازاي بتأثر على الجي اي تي من ضمن الأدوية المهمة جدا اللي بتأثر على الجي اي تي هي الأوبويت مشتقات المورفين زي المورفين زي الميسادون زي الهيدروبسيكودون زي النالبوفين الأدوية دي كلها ازاي بتأثر على الجي اي تي في عندي ثلاثة ريسبتور سبتايبس من الأوبويت ريسبتورز الميو والكابا والدلتا ميو وكابا ودلتا كلهم موجودين في البرين كلهم موجودين في الجي اي تي في المايانتريك والصاب ميكوزا تمام عشان كده هنلاقيهم بس موجودين بكميات مختلفة يعني مثلا الميو موجود في السي ان اس اكتر وفي الجي اي تي فبالتالي هتلاقي لي رول في الانالجيسيا والسيديشا بالاضافة لانه ممكن يسبب نوجيا وفومتينج لو انت خدت ودي حاجه مشهوره قوي مسكنات بتعمل مسكنات بتعمل نوجيا وفومتينج حتى فيه كوندشن مشهوره اسمه أوبيويد اندويوز نوجيا وفومتينج طيب الكابا موجود في البرين فبالتالي مسؤول عن شوية انالجيسيا لكن موجود برضه في الجي اي تي وبالتالي بيقلل الجي اي تي ترانزت الدلتا كميته في البرين مش كبيرة موجود اكتر في الجي اي تي وبالتالي بيقلل الجي اي تي ترانزت اوكي ودي حنلعب على التارجت ده التارجت بتاع الاوبويدز ده هنلعب عليه لما نبقى عايزين حد بيشانت عنده ديورية وعنده هيبرموتيلتي وعايزين نقلل الحركة بتاعت الامعاء عنده هنستخدم حاجه اوبويد اجونست زي اللوبرامايد هنتكلم عليها كمان شوية ويتالي عدد علينا قبل كمان ممكن كمان ناخد بالنا من النقطة معينة ان البيشانت اللي هيستخدم اوبويد انالجيسكس فور لونج ترم البيشانت ده ممكن يجيله كونستيباشن وفي مشكلة مشهورة جدا اسمها اوبويد انديوزد كونستيباشن ان البيشانت يجيله امساك بعد فترة طويلة من استخدام الاوبويد انالجيسكس طيب ده هنا اللوبرامايد اللي انا بتكلم عليه اللوبرامايد ده مشهور جدا في السوق اسمه بيستخدم لعلاج الطيرية هو عبارة عن اوبويد ريسيبتور اجونست وبيقلل الموتالي بيعمل سبريشن للموتالي عن طريق انه بيقفل الكالسام شانل بلوكه في داوة تاني اسمه تيجا سيروت الداوة عبارة عن سيليتونين ريسيبتور اجونست دا بيزود الموتالي بيزود الموتالي عن طريق الاكشن بتاعه على السيليتونين طيب فور ريسيبتور الداوة ده تسحب من السوق استخدمه فترة وتسحب من السوق عشان الكارديوبوسكور سايد افكت بتاعته ولكنه وبيستخدم في بعض الاميرجنسي سيتيواشن ويلايف سيتيواشن تمام بكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة مشكوركم شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة